في الأثناء قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن قرار المجلس الوزاري الأمني لم يحدد الطريقة التي ستتم من خلالها إعادة سكان الشمال عسكريا أو ديبلوماسيا وأضافت أنه جرى بحث إمكانية توسيع رقعة العمليات ضد حزب الله لإبعاده عن الحدود ونشر قوات كبيرة على نحو دائم على الحدود مع لبنان القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت أن الجيش مقتنع أن الحكومة تجوزت نقطة لا عودة للتصعيد في الشمال وأن التسوية لم تعد ممكنة وللحديث أكثر عن كل هذه التغييرات تنضم إلينا من القدس مراسلة الحدث الزميلة لنا الكولغاسي لنا أهلا بك الصباح الخير أهلا بك إلى هذه الساعة الإخبارية كما نحن نتابعك أن هناك اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة بالأمس يبدو أن هناك العديد من الملفات التي طرحت على الطاولة بأن هناك أهداف جديدة لهذه الحرب أيضا بالنسبة لموضوع قائد الجيش وإمكانية استبداله تفضلي الحديث لك أهلا بك نعم حقيقة بالأمس الكابينة الأمن والسياسي المصغر كانوا قد اجتمعوا حقيقة لمدة ساعة على الأقل للحديث عن موضوع الجبهة الشمالية بالطبع خاصة بأن المبعوث الأمريكي أيضا وصل بالأمس وكان قد التقى مع وزير الدفاع الإسرائيلي أف جلنت وأيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وكان هناك على ما يبدو رسالة واضحة من الجانب الإسرائيلي للولايات المتحدة بأن التسوية باتت قريبة من ناحية العمليات العسكرية وأنه من غير الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي حقيقة لذلك لا بد من عملية عسكرية أيضا تم المصادقة في هذه الجلسة تحديدا بالأمس على ضم موضوع عودة الإسرائيليين على الجبهة الشمالية إلى الكيبوتسات والمستوطنات التي هي مخلاة منذ أشهر طويلة حقيقة نتحدث عن مئة ألف من الإسرائيليين على الأقل من خارج الكيبوتسات والمستوطنات الشمالية الآن باتت ضمن أهداف الحرب عودتهم بالوقت القريب لذلك العمليات العسكرية الآن هي سيدة الموقف حقيقة حتى في الصحفة الإسرائيلية وفي الإعلام الإسرائيلي ولكن السؤال يبقى بكيفية تنفيذ هذه العمليات العسكرية هل بالفعل سوف تكون عملية عسكرية كبيرة أم هي عملية عسكرية محدودة فقط لأن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جلد كان هو يؤيد التوجه إلى عمليات عسكرية وهذا أيضا ما كان قد تحدث مع المبعوث الأمريكي إليه ولكن هو يقول بأنه يجب أولا التواصل إلى صفقة لتبادل الأسرة ومن ثم العمل في عمليات عسكرية محدودة وأيضا قائد الجبهة الشمالية هو أيضا مؤيد للعمليات العسكرية في الجنوب اللبناني ولكن هو أيضا يؤيد فقط أن تكون عمليات عسكرية محدودة وهناك خشية حتى في صحيفة يدعو تحرونات عن مصادر أمنية هناك خشية بأن تتحول هذه الحرب إلى حرب شاملة وكبيرة فعلا أشكر لك كل هذه المعلومات على كل حال نبقي عينا على إمكانية حصول ربما مفاجأة في الساعات المغبلة لسيما وأن المعلومات تشير إلى إمكانية قيام نتنياهو بإقالة غالنت خلال الساعات المقبلة نشكر لك كل ما تفضلت به من القدس رفقتنا مرسلة الحدث الزميلة لانا كولغاسي كانت مصادر مطلعة على المحادثات الأمريكية الإسرائيلية قالت أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أن أي مساع لتوسيع رقعة الصراع على الجبهة اللبنانية لن تؤدي على الأغلب إلى إعادة سكان البلدات الإسرائيلية الحدودية إلى بيوتهم وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة عبرت من خلال مبعوثها أموسوكشتاين الذي زار إسرائيل من أن واشنطن تخشى أن تخاطر تل أبيب بصراع أقليمي أطول أمدا إذا ما وسعت الصراع على الجبهة اللبنانية من حدودها الشمالية وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت أبلغ هوكشتاين أن احتمالات التوصل إلى تسوية مع حزب الله باتت شبه معدومة لأن حزب الله يواصل ربط نفسه بحماس ويرفض إنهاء هذا الصراع بالتزامن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل تقدر وتحترم دعم الولايات المتحدة لكنها ستقوم في النهاية بما يلزم لضمان أمنها وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان كما أكد نتنياهو بأنه يسعى إلى تغيير جذري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وعلى الرغم من المساعي الأمريكية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعما إذا كانت محاولة هوكشتاين هي الأخيرة لمنع التدهور رجحت مصادر غربية التي تكون زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين المحاولة الأمريكية الأخيرة لكونها تحمل معها الكثير من الضغط الدولي والديبلوماسي لمنع الحرب ورجحت هذه المصادر لإعلام لبناني أن يكون هوكشتاين آخر مبعوث دولي قادر على تحقيق تأثير كبير قبل أن تدخل الأوضاع في مسار لا رجعة فيه نحو التصعيد خصوصا أن إسرائيل تحاول تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد ضد حزب الله فيما تحاول واشنطن إيجاد توازن بين مصالحها في الحفاظ على استقرار لبنان واحتواء تصعيد إسرائيل وأشارت هذه المصادر إلى أنه لا يمكن في الوقت عينه تجاهل التأثير الذي يمارسه حزب الله داخل لبنان وخارجه إذ تعتبر قدراته العسكرية جزءا رئيسيا من أي معادلة أمنية في المنطقة وفقا للمصدر وللحديث أكثر ومناقشة كل هذه التطورات مع وصول أموسوكشتاين إلى إسرائيل بالأمس ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقة الدولية دكتور خالد العزي أهلا بك دكتور خالد برأيك ووفقا لما تبعناه من أخبار إلى أي مدى اليوم هناك تضاؤل في هامش المسافة بين إمكانية الخروج بأي حلول ديبلوماسية كما كان مطروحا في الأيام السابقة من التصعيد الذي يطرحه نتانياهو بإدخال أهداف جديدة ضمن حربه مع غزة فيما يتعلق بالحدود الشمالية الإسرائيلية والجنوبية اللبنانية صباح الخير جزال لكل المشاهدين وللفريق العامل بالطبع هذه الأهداف الذي يحاول نتانياهو وضعه على جدوى الأعمال هي واضحة لإرضاء اليمين المتطرف لأن مستوطنات الشمال بالأغلب هي تحت سيطرة اليمين المتطرف وهذه الورقة يحملها بوجه المؤسسة العسكرية التي يختلف معها ويحاول أن يقود دورها وما شاهدناه وما سمعناه من تصريحات لتشكيل حكومة مسغرة يبعد بها عنها وزير الدفاع ويحاول أن يدخل جدعون سرعي جدعون سرعي معروف بأنه يزاود على المتطرفين وبالأساس من الليكود ونحن نعرف أن محاولة نتانياهو عاقبه وأرسله إلى الولايات المتحدة لكن حركاته البهلوانية في الولايات المتحدة كانت واضحة بأنه أكثر شعبية من ما كان يتصور نتانياهو أنه يقصي اليوم يحاول الاستعانة به ليعمل نوع من التوازن في داخل اليمين الذي بات يفرض أجندته على سير المعركة ونتانياهو محتاج لليمين فعلا لكن في المقابل التوجهات العسكرية المعنية بجبهة الشمال والتي تتوافق لأول مرة مع نتانياهو بتوسيع المعركة لكن هذه المعركة الذي يراد توسيعه هناك اختلاف فعلي وما شاهدناه من بيانات أرسلت على أحد الضيع اللبنانية من قائد اللواء جوردن الشمالي الذي هو تصرف بمفرده وتخلت عنه الحكومة جاء هذا الرد ليقول أن إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة عسكرية وإقامة حزام أمني لكن هذا الحزام الأمني لا أحد يعرف كيف سيكون هل سيورط إسرائيل بحرب شاملة أم ستكون ضربات عسكرية تحت شعار البحث على مواقع حزب الله وبالتالي إخلاء هذه المنطقة تبعنا مؤخرا استهداف العديد من مخازن الأسلحة وعذرنا على المقاطعة هناك نقاط أخرى أود أن أناقشها معك دكتور عزي موفد بايدن آموس هوكشتاين قال بأنه حذر حزب الله بأن يفصل مساره عن مسار غزة ولكن يبدو أن حزب الله لغاية الآن رافض لهذا الطرح بالتالي ما هي التوقعات هل نحن أمام حرب وشيكة لما فر منها وفقا لما تتدوله طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية القناة الثانية عشر قالت أن الجيش مقتنع أن الحكومة تجاوزت نقطة لا عودة للتصعيد في الشمال وأن التسوية لم تعود ممكنة واضح أن هناك حربا إعلامية ودبلوماسية وحربا نفسية لكن بالأساس استشعار هوكشتاين بخطورة الموقف الإسرائيلي دفعه للتوجه مرة جديدة إلى تل أبيب لإقناعهم بعدم الدخول في ورطة وتوسيع الحرب وبالتالي توسيع الحرب سينتهي بالدائرة التي تسعى إليها الولايات المتحدة بإيجاد حل دبلوماسي لأن الولايات المتحدة هي تفاوض تحت الطاولة مع إيران من أجل الوصول إلى تسويات كثيرة لأن استراتيجية أمريكا في منطقة الشرق الأوسط تختلف كليا عن استراتيجيات إسرائيل لذلك شاهدنا بالمقابض رد التحية من قبل الولايات المتحدة في خطاب الرئيس الإيراني الذي قال نحن الأمريكان ليسوا أعداء ونطلب من الأمريكان عدم الضغط علينا وبالتالي نحن مستعدون للتفاوض ومن هنا السماح بسقوط الصاروخ الذي تخلت عنه إيران في تل أبيب هو جاء كرسالة من قبل الأمريكان وليس من قبل الحوط بأنهم سمحوا بدخول هذا الصاروخ الذي سقط وبالتالي عليهم أن ينتبهوا بنفس الوقت أن الولايات المتحدة التي لا تريد حرب وخاصة هذه الإدارة تريد إنهاء الحرب نهائيا أو تأجيل الحرب لمبعد الإدارة الجديدة كي لا تخسر نقاط شعبوية لكن إسرائيل تعتمد على نقطتين أن هذه الإدارة ذاهبة إلى غير رجعة وترامب قد أعلن بلقائه ببنيمين نتنياهو عندما زار الكونغرس عليك أن تنهي الحرب سريعا قبل تولي إدارة الجديدة في المعركة وهنا الخلاف الأمريكي لطبيعة العلاقة في الحرب المتواجدة في الشرق الأوسط وكيفية حسمها والوصول إلى تسوية وتحديدا أن التسوية مع إيران ومن هنا أيضا نقول أنها رسالة جاءت لهوكستاين للالتفاق على الأمور والذهاب نحو بيروت وتهديد حزب الله وبالتالي تحذيرات واشنطن من ما